أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الناس استجيبوا لربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظة إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إلى آخر الآيات استجيبوا لربكم الاستجابة الطاعة عندما يدعوك أحد تعال افعل كذا تقول له نعم حاضر افعل هذا تقول استجبت فالاستجابة يوم القيامة حتى تنقذ نفسك أيها الإنسان أي إنسان كان الخطاب لجميع البشر حتى تنقذ نفسك أيها الإنسان عندما ذكرت لك يوم القيامة والأهوال والمسؤولية والأمور العظام حتى تنقذ نفسك من ذلك استجب لربك استجيبوا لربكم أي أطيعوا ربكم فيما دعاكم إليه من الإيمان والتصديق والعمل بطاعته والتحرر عن العبودية لغيره هذا معنى الاستجابة لله إذن يوم القيامة حاضر وجاهز والله قادر على كل شيء وإذا أردت الخلاص استجب لله استجيبوا لربكم أطيعوه إذا هو أمر بأمر فنفذوا أمره وإذا حكم بحكم فاستجيبوا لحكمه وارضوا بحكمه إذا قضى قضاءا فاستجيبوا لهذا القضاء ولا تتمردوا لأنكم لن تستطيعوا الخلاصة من حكم الله وقضائه فالله تبارك وتعالى لا يحكم إلا بالعدل ولا يقضي إلا بالعدل فإن أعرضوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض المشركون عن الاستجابة لك ورفضوا أن يطيعوا الله وأصروا أن يطيعوا غيره فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أرسلناك عليهم تحفظ أعمالهم أي سعليك حسابهم وليس عليك أن تحفظ أعمالهم فتجبرهم على العمل بما أمر الله لا لست مكلفا بأن تحولهم من الإسلام من الكفر إلى الإيمان لا إكراه في الدين قد تبين من الرجل وقد تبين الرجل من الغيب ولا أنت أيها الرسول ولا من تأتي بعد الرسول مجبرا أحدا ولا مكرها لهم بأن يكونوا مؤمنين بالله لا لا يقبل أساسا إيمان الشخص إلا أن يختار بنفسه طاعة الخالق والتحرم العبوديا المخلوق أما إذا لم يختار بنفسه إذا أكرهناه يكون هو مطلع لك لأنك تكرهه فلا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغيب ولست مجبرا ولست مكرها لأحد إنما عليك البلاغ إن عليك إلا البلاغ مهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من تسير على خطة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله مهمتك البلاغ ولذلك من زعم من ما يسمون نفسهم داعش أو خليفة وأنا أسمعهم خليفة أمريكا في الحكم الإسلامي صنع أمريكا هؤلاء إذا زعموا أنهم سيجبرون بالسلاح الناس على أن يكونوا مسلمين هؤلاء لا يفهموا الإسلام ولا يقاتلوا لمعجل الإسلام هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه لست مجبرا إن عليك إلا البلاغ أنت مهمتك تبلغ طيب قد يقول قائل من الناس إذن لماذا تقاتلون نحن لا نقاتل أبدا نحن إذا قاتلنا لنتحرر لا نقاتل لنتسلط مثل ما تفعلون أنتم أيها الفجار الكفار ظالمون طريقون دماء دماء الناس وتقربون بيوتهم لتتسلط عليهم نحن مهمة القتال عندما نتحرر منكم ومن عملائكم هؤلاء المجرمين فقتالنا ليس عدوان قتالنا قتال تحرير وقتالكم قتال تسلط فهناك فارق كبير بين الطرفين ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطغيان والتسلط أما نحن في سبيل الله لنحرر المستضعفين أطفال نساء انظروا يا ناس القرآن يفسر لكم أمام عيونكم يكذبون ويقولون الناس هربوا من الحرب هربوا من قصف المجرمين المحتلين الروس وغير الروس القصف الجوي الذي خرب بيوتهم فوق رؤوسهم فهربوا من القتل هربوا من الظلم هربوا من الطغيان وتفرقوا في الأرض يفترشون الأرض والتحفون السماء هل هذا أمر به الله؟ هل هذا تقدم مدنية؟ أم هذا وحوش مثل ما تهرم الفريس أمام الوحش المفترس؟ أنتم أسوأ من الوحش المفترس أيها المجرمون الكافرون هل فهمتم معنى الكفر؟ تحكم الإنسان بالإنسان كفر الإنسان خلقه الله ليطيعه ويتحرر عن العبودية لغيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما معنى يعبدون؟ يطيعون لخلقه المالك الخالق الحكيم الخبير الذي يعطيهم أحكاما تجعلهم سعداء في الدنيا ويجازون بالسعادة في الآخرة الطاعة له وحده وليست لغيره ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيّن إن عليك يا محمد إلا البلاغ تبلغهم الدعوة وإن إذا أذقنا وضع الإنسان ككل إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها بطر عطاء لفلان الحكم وإذا بيه يزد حاله فعلا إله ليتصلط مثل ما بده يحكم كما يريد يصدر قرارات لمصلحته مصلحت قومه مثل فرعون إذا فرعون القديم فرعون موسى كان يعمل لمصلحة قومه وأنتم تعملون لمصلحة أعدائنا هل أدركتم وأدرك الناس والعالم جميعا أن هؤلاء مجرمون غاية في الإجرام لم يجري مثل هذا الإجرام من قبل إذا أذقنا الإنسان منا رحمة صلطنا في حكم صار عنده مال بده يستعمل ماله في الاحتكار حتى ياخد أموال الآخرين يرفع الشعر وينزده كما يريد والإسلام لا يبيح ذلك تاجر بيا واشتريه ولكن لا تستعمل مالك في الضغط على الآخرين حتى تبتز أموالهم وهكذا فلا يجيز الإسلام التسلط من عباد الله على عباد الله خلق الله الإنسان حرا فمن اعتدى على حريتك أيها المؤمن الذي تطيع الله وحده عليك أن تتحر بأي طريق كان ولو احتجت إلى أن تستعمل السلاح لدفع هذا المجرم الذي يتسلط على عباد الله إذن الإنسان إذا أذقه الله رحمة من صحة مال حكم سلطة فرح وتسلط على الناس بدل ما يشكر الله ويرحم عباد الله ولكنه كفور فإن الإنسان كفور فمن المؤكد حقا بالنظر إلى غالب أفراد جنس الإنسان يقابل نعم الله بالكفران ويتكبر ويبطر ويعتدي على عباد الله ويتسلط عليهم أفلا يتدبرون ثم يقول الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لله وحده ملك السماوات والأرض لماذا يبين لنا الله هذا المعنى؟ ولماذا يبين لنا أنه متصرفا في الكون حتى إيجادا في البشر وبالمخلوقات إيجادا وأعداما؟ حتى ندرك أن الأمور بيده وأن طاعته تنفع أما الذي لا يملك شيء طاعته لا تنفع وربما تضر أني انتبهتم لهذا فربنا يبدأ هذه الآيات بقوله لله ملك السماوات والأرض المالك من حقه أن يتصرف في ملكه فإذا كانت السماوات والأرض ملك لله من حق الله أن يتصرف في ملكه إيجادا وإعداما ومن حق الكائنات التي يملكها الله أن تطيعه لا أن تخرج الطاعته إلى غيره أضرب لكم مثال إذا كان عندي سيارة هي ملكي اشتريتها بمالي فهل أسمح لأحد من الأشخاص أن يأخذ مني هذه السيارة ويستعملها ويركب فيها ويروح ويجيه رغما عني أو بغير إذن مني ثم يقول لي فضلت السيارة بنزين فضلع بيها تعطل السيارة فضل صالحها قال لهم قلع لا تركها في السيارة وتعطلها ونصالح لك يا كمان هذه سيارتي لا حق لك بها فربنا ولله المثل الأعلى يعني هذا المثال مع الفارق فربنا إن كان خلقنا ويملكنا فلماذا نعطي طاعتنا لغيره لماذا يستعملنا غيره وهنا الطعيان الكبير إذن إذا كان ملك السماوات والأرض الله فالطعى له وليست لا ليهود ولا لغير يهود من المتسلطين بشكل مباشر أو غير مباشر ثم تنتقل الآية إلى بيان ملكية السماوات والأرض وبيان ملكية ما في السماوات والأرض فطبعا ملك الله للأرض ملك لها ولمن فيها ولما فيها إذن هو الذي يتصرف فيها ومن جملة ما يتصرف فيه هو الإنسان فهو الذي يخلق الحيوانات والكائنات الحية المتحركة كلها في الأرض ومن جملة ذلك يخلق الإنسان والله تبارك وتعالى يخلق خلقا إيجادا من العدم وإبداعا أو إيجادا من الموجود الإيجاد من الموجود مثل تناسل الحيوانات وتناسل الإنسان فالإنسان موجود ويخلق الله منه أولاده وهو الذي يتصرف والإنسان يعلم ويدرك أنه لا يخلق أولاده إنما الخالق لهم الله فيقول ربنا يهب يعطيك هبا أولادك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الناس بيعطيهم إناث أحد أصدقائنا وزملائنا في التدريس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي مصري وهو من أهل العلم وأستاذه درس معنا في الكلية كلية اللغة العربية وفي كلية الشريعة طلب من زوجته تيجي معه وزوجته كانت وكيلة وزارة لا ما بدا تجي رفضت جاء واحده بدي يعيش فتزوج عنده بنات من زوجة السابقة وكيلة الوزارة يجي بنت وراء بنت وراء بنت حتى صاروا خمسة عندما التقيت معه ودرسنا سوية في جامعة واحدة وفي كلية واحدة فتزوج سوريا على أمل أن يأتيه غلام واحد بس أجيت أول بنت وتالث بنت وتالث ورابع بنت ما جاء ولد مسكين ألا يدرك الإنسان أن الولد أو البنت الذي يخلق عندما يتزوج هذا الإنسان من امرأة الله والذي يوجده وليس هو ولا زوجته زوجته اللي تزوجها السورية عند بني وبنات عند بنته ثلاثة أولاد وهي مطلقة أو ما يتزوجها ما أدري فتزوجها على أمل جيها ذكر واحد بس جابت له بنت بعد بنت بعد من الذي عفاه الله لو بإيده كان سواه وصلحون ألا بالبنت صبيه الصبي بنت يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناس يعني بيعطي الله زوج من ذكر والأنسة يعطي ذكور ويعطي إناس هذا صنف ثاني أو يجعل من يشاء عقيما ما بيعطي لا ذكور ولا إناس عجب وعجب وما عجب ويصطفد وفعلا حصل بعض الناس الزوج وحده ما أجوله الزوج تاني ما أجوله الزوج تاني ما أجوله الزوج تانتي بعدين أجوله ما في فاندي وفحص نفسه عند الطبيب وزوجته وإلى أخيره وسأوله تحاليله ما فيه شيء بس ما أجوله الذي يعطيه بالله حتى آخر مرة أحد الأشخاص جرى فيها الطفل الأدبيب وضعوا الطفل الأدبيب وجاءت الدكتورة وركزت الجنين في الرحم وعليه بعدين نزل فشد فالأمور بيد الله هو الذي يعطي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هنا أربعة أصناف أربعة أقسام يعطي من يشاء إناث القسم الثاني يعطيهم ذكور فقط يا الله يا الله بنت مرتبط بتقول له يا الله يرزقنا شوفت بنت الله يرزقنا لا يريد الله يعطي من يشاء ذكورا وإناسا ازدواج من الذكور والإناس ويجعل من يشاء عقيما لا ذكور ولا إناث فما للذي يتصرر بكم أيها الناس ما للذي يتصرر بكم عند الولادة يخلقكم ذكر أو أنثى أو أنثى وذكر أو كذا تعلمون أن الذي يتصرف هو الله ولا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله فلماذا عندما أعطاكم العقل لتختاروا تختارون طاعة شياطين الإنس والجن وتتركون طاعة الله الذي يتصرف فيكم يحييكم وسيميتكم سأو يحشركم بتخدروا نفسكم بأنه والله ما في حشر لا في حساب خدروا جاي ملك الموجهة وسترون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى إنه عليم قدير أي عليم بما يستحق كل إنسان من أن يعطيه ذكورا أو إناثا أو عقيما فالله حكيم يفعل ما يشاء ننتبه أيها الناس أنتم خرضعون لله رغم أنوفكم وعبيد لله رغم أنوفكم يخلقكم ويميتكم ويستوددكم كما يشاء فاخضحوا لله بإرادتكم وتحرروا عن العبودية لغيره حكم الله حكما حق سابت فيه السعادة لكم وفيه الخير لأنه حكم العليم الخبير أما حكم البشر فهو حكما فاسد فيه الطغيان والتسلط والمذلة والمهانة اختاروا ما شئتم والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها